مرحبا بكم في هذه الحصة المخصصة لتمارين الدعم والتقوية اخترت كموضوع اضطرابات الجهاز المناعي بالضبط الأرجية وبعض تمارين المخصصة في جزء الاستدلال العلمي والتواصل البياني والكتابي دائما مستوى الثالثة إعداد المصار العام دائما أكرر وأقول بأنه يجب قراءة جيدة لمعطيات كل تمارين يقدم جد والوثيقة واحد نتائج اختبار مجموعة من المؤرجات ومعايرة مضادات الأجسام من نوع إجئو في دم شخص يعاني من نوبات أرجية كمثلا التهاب مخطط الأنث، إكزيما، سعار شديد، سيالان دموع إلى آخر المؤرجات المستعملة في هذا الاختبار هي أربعة القراضيات، زغب الهامستير، حبوب لقاح نبات الأصبعية، وحبوب لقاح نبات القمح نسب إجئو بالدم، إذن نلاحظ النسب في معطيات هذا الجدول إذن بعد قراءتنا وملاحظتنا الجيدة للوثيقة ننتقل إلى الأسئلة المخصصة في هذا التمرين انطلاقاً من معطيات الجدول حدد المؤرجات التي قد تكون مسؤولة عن ظهور النوبات الأرجية لمعالجة هذا الشخص، وصف له الطبيب دواء يتمثل في مضادات الهيستامين إذن هنا نقول كمضادات التهابية أو مضادات الهيستامين كمثال ثانياً، برر وصف مضادات الهيستامين لهذا الشخص ثم ثالثاً، اقترح إجراء الإبطال التحسس الأرجي عند هذا الشخص إذن بعد قراءتنا للأسئلة، ننتقل إلى الأجوبة نبدأ بالسؤال الأول انطلاقاً من معطيات الجدول، حدد المؤرجات التي قد تكون مسؤولة عن ظهور النوبات الأرجية إذن المؤرجات المستعملة في الاختبار القرديات، نسبة مضادات الأسام أو إيجيء التي تم إفرازها، صرف فصلات 53 زغب الهامستير كمؤرج، نسبة مضادات الأسام تبقى نسبة ضئيلة تم إنتاجها صفة صفة صفر خمسة من إيجيئ بنسبة الحبوب لقاح نبات الأصبعية، 16.70 كنسبة بنسبة إيجيئ إذن هي نسبة مهمة ثم بنسبة الحبوب لقاح نبات القمح، 9.30 كنسبة إيجيئ مفرزة في الجسم إذن هنا انتلاقا من معطيات الجدول، حدد المؤرجات التي قد تكون مسؤولة عن ظهور نوبات الأرجية إذن سوف نقوم باختيار النسب المرتفعة والمهمة بعد هذا الإجراء إذن هنا نلاحظ بنسبة لحبوب لقاح نبات الأصبعية، وكذلك نسبة لا يستهان بها بنسبة لحبوب لقاح نبات القمح إذن المؤرجات التي قد تسببت في التهاب مخاطية الأنف عند هذا الشخص وسببت له هذه النوبة الأرجية إذن الأرجية التي تسببت في ظهور الحساسية المفرطة عند هذا الشخص هما حبوب لقاح بنسبة لنبات الأصبعية وأيضاً بنسبة لنبات القمح لأن نتيجة الاختبارات التي أجريت لهذا الشخص بيّنت وجود نسبة مهمة من مضادات السام إيجي بنسبة لنبات الأصبعية لاحظنا 16.70 وبنسبة لحبوب لقاح نبات القمح أيضاً نسبة مهمة 9.3 السؤال الثاني لمعالجة هذا الشخص وصف له الطبيب دواء يتمثله في مضادات الهيستامين إذن مضاد الهيستامين هو عادة يعطى للأشخاص المصابين بالحساسية المفرطة كإبطال مفعول للهيستامين برر وصف مضادات الهيستامين لهذا الشخص ثم السؤال الثالث اقترح إجراءاً لإبطال التحسس الأرجي عند هذا الشخص على غير استعمال هذه المضادات الالتهابية إذن هنا قبل الشروع في الإجابة على السؤالين إذن نبدأ أولاً إذن نلاحظ هنا مثلاً شخصاً يعاني من حساسية مفرطة مثلاً حبوب لقاح كآلية استجابة أراجية تحدث عنده في جسمه إذن نلاحظ دخول مؤرجات في هذه المرحلة هناك بعض مضادات الأسام التي تثبت على خلايا بدينا هنا الخلايا البدينا وهذه المضادات الأسام هي من نوع إجراءاً عند الاتصال المتكرر والتعارض المتتالي للمؤرج إجراءاً تثبت مضادات أو هذه المضادات أو مولادات المضاد ويؤدي إلى إنتاج هذه الخلايا البدينا لمادة الهيستامين ومادة الهيستامين ما هو دورها؟ تؤدي إلى تمدد شعيرات دموية كثرة الإفرازات المخاطية ثم ظهور هذه النوبة الأراجية إذن هذا هو دور هذا الهيستامين بالنسبة للجسم إذن الاتصال المتكرر بالمؤرج يؤدي إلى تثبيته على مستوى إجراء المثبتة أصلاً على الخلايا البدينا مما يؤدي إلى إفراز هذه الأخيرة للهيستامين المسؤولة عن ظهور النوبة الأراجية وكإجراء لإبطال التحسس يتم الاعتماد حالياً على حقن شخص بجرعات ضئيلة بمؤرجات حتى يعود مؤرجات بكيميات ضئيلة حتى يتعود الجسم على هذه المؤرجات ويعتبرها عناصر غير ضارة لأن العلاج عن طريق مضادات الهيستامين بالطبيعة الحال لها تأثيرات سلبية على الشخص كقلة التركيز، التعاب، النوم إلى آخره إذن هنا باختصار قلنا خلال الاتصال الأول بالمؤرج إذن الجسم بالنسبة للشخص الذي يعاني من هذا الاضطراب المناعي دخول المؤرج يؤدي إلى تنشيط لنفويات B و B سوف تنتيج مضادات أجسام من نوع إجئو إجئو سوف تثبت على خلايا بدينة الاتصال المتكرر والتعني بالمؤرج يؤدي إلى تثبيت هذا المؤرج ويجعل إجئو الملتصقة أصلا بالخلايا البدينة مما يؤدي إلى خروج وإفراز هذه المواد الكيميائية كالهيستامين وظهور أعراض النوبة الأرجية إذن يتم إعطاء مضادات الهيستامين لتثبيتها وكبح إنتاجها من طرف هذه الخلايا البدينة ولكن هذا إجراء يجب مع مرور الوقت يجب تجنبه لماذا؟ لأن مضادات الهيستامين لها تأتينات سلبية على الجسم كما سبق وذكرنا كقلة تركيز تعب والنوم وبالتالي يجب علاج الأشخاص مصابين بالأرجية في بدايتها بإبطال التحسس يعني بتعود الجسم على هذه المؤرجات ولكن بجرعات ضئيلة حتى ينتهي ويذهب تماما هذا التحسس تمرين ثاني لتعرف على بعض العوامل المسببة للإستجابة الأرجية نقدم المعطيات التالية تلخص منحنيات الوثيقة اثنان بعض المعطيات التجريبية والنتائج المحصلة عند مجموعتين من الفئران مجموعة أولى سليمة ومجموعة ثانية تعاني من الحساسية المفرطة أو نسمى بالأرجية حل المعطيات كل منحنة إذن نبدأ بإذن هنا المجموعة الأولى هي مجموعة سليمة والمجموعة الثانية تعاني من الأرجية إذن بالنسبة للمجموعة الأولى هنا نلاحظ حق 100 ميكوغرام من مولد مضاد نتكلم عن مؤرج يؤدي إلى إنتاج إي جي أ ثم نلاحظ انخفاض في هذا الإي جي أ هذه المضادات الأسان هنا حق متكرر ولكن بجرعة ضئيلة لمؤرج إذن يبقى إنتاج إي جي أ في جسم ضعيفا ولو تكرر الحق والاتصال متتالي بهذا المؤرج بالنسبة للمجموعة الثانية التي تعاني من هذا التحسس من هذه الأرجية نلاحظ أن حق نسبة مهمة من هذا المؤرج يؤدي إلى إنتاج نسبة مهمة من جي أ وتبقى أيضا نسبتها مهمة داخل الجسم إذن لماذا؟ لأن الشخص يعاني من الأرجية نفس الشيء ولو كانت الجرعة ضئيلة بالنسبة لهذا المؤرج وكررنا الحق بهذا المؤرج نلاحظ إنتاج وارتفاع تدريجي في نسبة هذه المضادات الأسان إذن مجموعة الأولى مجموعة سليمة المجموعة الثانية هي تعاني من هذه النوبة أو منها الأرجية أو من التحسس إذن بالنسبة للمجموعة الأولى بعد حق 100 ميخوغام من مولد مضاد أو هذا المؤرج والتي تعتبر جرعة ضئيلة بالنسبة للجسم ولو كان في حالة عادية إذن اتصالنا بمولد مضاد بنسبة كبيرة ولو لم يكن لدينا تحسس من هذا المولد مضاد سوف يؤدي إلى إنتاج إيجيئي بنسبة مهمة ولكن نلاحظ انخفاضها هذا رد فعل جد عادي بنسبة للشخص كما لو كنا مثلا في حقل مليء بحبوب اللقاح إذن سوف يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض كأعراض الأرجية أو النوبة الأرجية كالعطاس والسعال الشديد لأن اتصالنا مع مولدات مضاد جسمنا سوف يحصب لها كمولدات مضاد ولكن نسبة إيجيئي سوف تنخفض مع مرور الزمن إذن هذا بالنسبة للمنحنة الأول ولكن إذا كانت نسبة المؤرج ضئيلة مثلا 7.4 إذن سوف لا تحدث خللا على مستوى أو شيئا على مستوى جهازنا المناعي بما أننا لا نعاني من هذا الاضطراب المناعي إذن ولو تكرر الحقن بنفس المؤرج إذن تبقى نسبة إيجيئة جد عادية ونسبتها جد ضئيلة في الجسم لماذا؟ لأن المجموعة هي سليمة لا تعاني من فرط في الحساسية وبالتالي لا يقوم الجسم بإنتاج مضادات السام إيجيئي بكميات مهمة رغم الحقن المتكرر لاحظوا الحقن الأول ثم الثالث تبقى نسبة إيجيئة تابتة ومستقرة وبنسبة ضئيلة جدا في الجسم ننتقل إلى المجموعة الثانية والتي قلنا بأنها تعاني من الحساسية المفرطة إذن حقن نسبة مهمة من المؤرج من هذا المولد المضاد يؤدي إلى ارتفاع مهم في نسبة إيجيئة وتبقى نسبتها مرتفعة داخل الجسم لأن الشخص إذن نسبتها مستقرة في الدم لأن هذه المجموعة تعاني من حساسية مفرطة أي خلل واضطراب في الجهاز المناعي الشيء الذي سيترتب عنه بطبيعة الحال ظهور النوبة وأعراض النوبة الأراجية نفس الشيء ولو كانت نسبة المؤرج ضئيلة إذن لا ننسى هنا بأننا قمنا بحقن متكرر حقن متكرر لهذا المؤرج ونفس الشيء نلاحظ ارتفاعا تدريجيا في نسبة إيجيئة ليس كما القيمة الأولى ولكن نلاحظ ارتفاعا في نسبة هذه المضادات الأجسام النوعية لماذا؟ لأن الجسم دائما يعاني من حساسية مفرطة ولكن ليست كما القيمة الأولى لأن تبقى الجرعة ضئيلة جدا تقدم الوثيقة ثلاثة دور إيجيئة في ظهور الاستجابة المناعية المسببة للحساسية المفرطة إذن لاحظوا معي هنا الأمر يتعلق بخلية بدينا وهنا نتكلم عن المرحلة التانية في الحساسية أو في الأراجية لأن هنا نلاحظ هذا المؤرج المثبت أصلا على إيجئة أي على هذا المضاد الأجسام النوعي وهنا ماذا نلاحظ؟ هذه الخلية البديناة هذه الكورية البيضاء وفي مرحلة إفرازها لهذه المواد الكيميائية كالهيستامين والهيستامين كما نعلم هي المسؤولة عن ظهور أعراض النوبة الأراجية إذن بعد فهمنا للوثيقة ننتقل إلى الأسئلة بأي مرحلة من آلية الاستجابة الأراجية يتعلق الأمر؟ لاحظنا بأن المرحلة هي مرحلة الثانية مرحلة الفعل مرحلة إنتاج الهيستامين ومرحلة ظهور أعراض النوبة الأراجية وفسر ظهور أعراض النوبة الأراجية إذن الأمر يتعلق بالطبع بمرحلة الاتصال الثاني والمتكرر بالمؤرج وظهور أعراض النوبة الأراجية كيف عرفنا ذلك؟ لأننا لاحظنا بأن الخلية البدينة قد أفرزت مادة الهيستامين إذن ظهور أعراض النوبة الأراجية راجع إلى إفراز مواد كيميائية من طرف الخلايا البدينة كالهيستامين والهيستامية مسؤولة عن تمدد الشعيراء الدموية وارتفاع صبيب الدم بها ظهورها الإحمرار وأيضا ارتفاع مهم في نسبة مخاطية الألف ظهور سعى شديد سيلان دموع إلى آخره كل هذه أعراض النوبة الأراجية والتي تختلف بطبيعة الحال حسب نوعية المؤرج الذي تسبب في ظهورها إذن لاحظوا معي هذا الفيديو الذي يظهر هذه الخلية البديلة هنا مؤرج متبت على إيجئة وبمجرد تشكل هذا المركب يتم إنتاج الهيستامين والهيستامين تؤدي إلى تمدد الشعيراء الدموية وبالتالي ظهور هذه الأعراض من النوبة الأراجية إذن نكسف بهذا القدر شكرا وإلى اللقاء